اشتركوا في القناة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارضة أكدت أن فوزة مملكة البحرين باستضافة النسخة الثالثة والتسعين من كونغرس الجمعية الدولية للمعارض في العام الفين وستة وعشرين سينعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية من حيث دعم القطاعات المساندة من المتوقع أن تستقطب فعاليات كونغرس الجمعية الدولية للمعارض أوفي المئات من صناع القرار والخبراء كذلك في قطاع المعارض والمؤتمرات من مختلف أنحاء العالم لتبادل مرئيات وتعزيز قنوات التعاون وأيضا التنسيق لصياقة مستقبل أفضل لقطاع المعارض طبعا استوافة هذا العدد الكبير من المشاركين في الكونغرس الدولي سينعكس إيجابيا على الحركة السياحية في مملكة البحرين من حيث دعم القطاعات المساندة من مواصلات وخدمات لوجستية ومرافق ضيافة التي تشمل طبعا الفنادق والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه مع المساهمة في مضاعفة معدلات الإشغال السياحي في العديد من المؤسسات الفندقية كذلك نرى أن جذب المئات من خبراء المعارض الذين يزورون الكثير منهم مملكة البحرين لأول مرة ستشكل لنا فرصة ذهبية لإبراز ما تملكه المملكة من عناصر جذب سياحي مميزة